اعزائي طلب وطلبات الصف الخامس اللي ابتدائي ادعى حبابي فيديو لمراجعة المقرر او محتوى شهر نوفمبر ونبتدي دلوقتي مع بعض باول سؤال عندنا نتدرب النار ده على عسئلة كتير سؤال read and match read and match لازم تقرأ الجمل كويز جدا وتشوف ايه اللي ناسب العمود ايه من العمود بي وناخد بلنا كويز حبابي احنا منحل السؤال ده ومحد ش طبعا يوصل احنا بنكتب الارقام نمبر وان بقية الجملة اللي تناسبها دي هتبقى نمبر وان بعد كده نمبر طو طبعا ده سؤال فهيبقى my blue scarf number three we visited elefantine island الجزيرة الموجودة فاصوان دي هتبقى نمبر ثري بعد كده عندنا نمبر فور اخر سؤال you can dive طبعا in the red sea ودي هتبقى نمبر فور ننتقل بعد كده لسؤال تاني عندنا سؤال read and complete فعلوا كده نقرأ الكلمات اللي فوق beautiful معناها جميل island جزيرة sunset اللي هو وقت غروب الشمس rare حاجة نادرة وميوزيوم متحف نشوف كده القطعة اللي عندنا aswan has a lot of fantastic places to visit you can visit the elefantine island and هو ده الاختيار الصح it is the most fantastic place in aswan you can also تستطيع ايضا you can also go to the aswan museum متحف aswan to see the old things things you can visit a نقط calendar from the past اللي درسناه في المهنة la rare calendar بتاعت احد من روق الفرعنة اخر جملة عندنا نمبر فور it is a very beautiful beautiful island جزيرة جميلة جدا ننتقل بعد كده لسؤال choose. عندنا خمس اسئلة choose number one. the pyramids are not examples of huge structures. examples يعني هي امثلة او لمازج لمباني عملاقة وضخمة. هنا طبعا الاختيار الصح هيبقى fascinating 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 معناها مزهل رائع جدا. number two. i not up at seven o'clock today. هنا هتبقى i got a انا استيقصت. اه ننتقل بعد كده للسؤال اللي بعده number three. وصلنا number three. sami left early. خد بالك هنا infinitive of purpose. هتبقى to catch the train. number four. it's very cold today. جاء النار ده ساعة جدا. i'll wear a. سوف ارتدي. الاختيار الواحدة اللي ينفع طبعا هيبقى. number five. where you وخد بالك was where? والفعلي فيه ing. هتبقى where you playing football? في وقت معاين اللي هو ten pm yesterday. ننتقل بعد كده حبا يبيل السؤال number. السؤال اللي هو اه ماتش. عايزين نتضرب على اسئلة ماتش. كتير. اه number one. what are? خد بالك ده سؤال. فلازم يبقى نهاية الجملة. what are you doing? دي number one وهو ده الجزء اللي ينفع يكمل الجملة. بعد كده عندنا number two. snickers are. نفكر كده. snickers are. اللي ينفع نكمل بيه الجملة دي. هتبقى comfortable. وكلمة comfortable يعني مريح. snickers are comfortable. بعد كده number three. quiet is the opposite. خد بالك كلمة quiet معناها هادئ. هي opposite معناها عكس. فالكلمة دي عكسة او مضاد لكلمة ايه? الاختيار الصحي هنا هيبقى noisy. مزعج. وطبعا العكس هادئ. number four. echo tourists. السياح اللي هم مهتمين جدا بالبيئة. don't travel point plane. هم ما بيحبوش ان هم يسافروا بالطيارة علشان ده بيسبب pollution او تلوص في الجو. عندنا بعد كده سؤال مهم جدا. انا سنة خمسة سؤال punctuation. سؤال punctuation لازم ناخد بالنا كويس جدا جدا واحنا بنحله. هنتدرب على اربع سئلة punctuation number one. she is eleven years old. ايه اللي نقص عندنا في الجملة دي عشان تبقى الجملة ما بكتوبة صحة. الاس لازم تبقى بداية اي جملة سنة خمسة لازم يبقى اولا حرف العلامة اللي فوق او الفصل اللي فوق. والحاجة دي نحط تحتيها شرطة كده صغيرة في الامتحان. طبعا هنا ما ينفعش نسيب الجملة بدون نهاية. فهنا نهاية الجملة ده جملة خبرية فهتبقى full stop. number two. where does alexandria lie? اينا تقع مدينة الاسكندرية ده سؤال بwh question. طبعا w تبقى كبيرة. alexandria اسماء المدن والدول لازم يبقى اولا حرف ده سؤال في هيبقى نهاية question mark. اااا. number one what can you see in aswan? هنا ده سؤال بwh question. وعندنا اسم مدينة اللي هي اسوان. فطبعا بداية الجملة ال w هنكبرها. واسوان لازم تبتدي بحرف كابتل ونهاية الجملة اللي ده سؤال هيبقى question mark. اخر سؤال عندنا سنة خمسة. you can visit the museum. اسماء الاماكن المشهورة زي المتحف المصري. لازم نكبر بدايات الحروف. فهنا طبعا بداية الجملة. وبعد كده ايجابشن ميوزيوم. نهاية الجملة هو سيبها مفتوحة ما ينفعش الجملة تبقى بدون نهاية. هنا نهاية الجملة هتبقى. وبكده حبايب يمكن وصلنا لنهاية فيديو المراجعة. بتمنى لكم التوفيق. وبقول لكم دايما study hard. وطبعا بست وشز كان معاكم مستر مينا. اشتركوا في القناة